السلام خير ازايكم? النهاردة برضو هحاول اجاوب على سؤال جديد برضو من السؤالة الشائعة اللي الناس كديم بتسألها وهو ازاي يلاقي شغل من غير خبرة? وده سؤال دايما بيجي للناس غالبا في اول كارير بتاعهم اللي هو لسا متخرج او يعني يدوك بيدور على الاول شغل يلاقي كل الوظائف وكل الاعلانات بتقول لعايزة ناس عندها على اقل سنة او سنتين خبرة. فتلاقي ناس اللي بتقول طب انا هلاقي خبرة منين اذا كنت انا مش لقي شغل امش بحتاج خبرة عشان اكتسب الخبرة اللي عايز للاقي بيها شغل. فتحس كده ان هي ايه? او يعني بدولة الفرخة. فقبل ما نبتلي نتكلم في ازاي بقى تلاقي شغل من الخبرة? خلينا الاول نحاول نفرق ما بين الخبرة وما بين المعرفة. تعالي نتكلم عن المعرفة الاول. ايه هي المعرفة? المعرفة غالبا بتبقى عبارة عن المهارات والحاجات والمعلومات والحقائق اللي انت اكتسبتها بدون تجربة عميقة. يعني مثلا انت درستها في الجامعة دخلت دراست في الجامعة كورس البرمجة او دراست كورس برمجة. فهمت مبادئها عرفت هي بتشتغل ازاي حاجات دي كلها. لكن انت ما عادتش تشتغل فترة طويلة بيها تخليك تعرف المشاكل والحاجات دي. وده بيبقى غالبا انت كمان مش بتدرس حتى يعني حتى لو بتدرس تجارب فانت بتبقى تجارب شخصية. انت بتدرس تجارب ناس تانية. يعني ناس تانية مثلا بتكتب اللي كتب الكتاب ده مثلا بيديك خلاصة خبرته. لكن مش معنى كده انك انت قارت الكتاب انك انت اخدتها. انت بس شفت ايه شوية معلومات هو وحطها لك في كتاب وانت قارتها. وده مش وحش ده بالعكس انت مفيد جدا ومهم جدا. لكن مش هيدي الخبرة. الخبرة بقى بتيجي منين? ده الجزء تاني هنالين تكلم فيه. الخبرة. الخبرة بتيجي من الممارسة الطويلة لمجال معين. وفي اغلب الوقت الاحسن كمان تكون معاك ناس انت تكتسب من خبرتهم. وبتقدر مع الوقت لما تغلط حد يوجهك لما انت حتى تغلط تعلم من غلطاتك. تطبق حاجات قارتها في الكتب في الحقيقة تلاقي ان الحاجات مش مازش مية في المية فتتعلم شوية براجماتية مع شوية عملية في الشغل. النوع ده من من الخبرات ده اللي بتكتسبه بالشغل بقى بالday to day يعني. فده ده يمكن الشركات اغلب لوقت انها بتتكلم بتقول انها عايزة حد عنده خبرة غالبا بتبقى بتتكلم في النقطة التانية دي. يعني هم هم متأكدين غالبا انك انت دارس شوية حاجات سواء في الجامعة ولا في كورسات ولا اي حاجة. بس هم عايزين ايه? الحتة دي. الحتة انهو انت عندك شوية خبرة عملية خبطت في حاجة اغلطت اعملت مشروع مشروع مجح فشل الحاجات دي. طيب هل ده لازم يحصل جوه الشغل يعني لازم اشتغل عشان يعني ده. هو طبعا ده احسن وسيلة انك تتعرف الموضوع ده بس بس مش الحاجة الوحيدة. يعني انت ممكن تتعلم نفس الخبرات عن طريق مشاريع انت اللي بتعملها مع نفسك. وده اللي ايه بحاول دايما لما حد يسألني اعمل ايه في الحالة دي اقول له مبدئيا انت مش مجبر انك انت تكتسب الخبرة دي بس من خلال الشغل انت ممكن تفكر في اي فكرة مشروع النهاردة اي حاجة عايز تشتغل في مجال ويب مثلا انه عايز تشتغل في الموبايل عايز تعمل ديستربيت سيستمز ايه اللي انت عايزه يعني فكر في فكرة مشروع في المجال ده وبتتشتغل عليها حاول تخلي المشروع بتاعك مرضو حاجم مش ضخم جدا بحيس انك انت متوش بس في نفس الوقت تحاول انت بتختار المشروع ده مايبقاش مشروع انت عارف هندر برسنت هتعمله ازاي يبقى فيه اجزاء برضو بالنسبة لك مش عارف هتتعمل ازاي بس هتتصرف هتتعلم هتقرأ شوية فيها هتسأل هتعمل هس يبقى فيه برضو نقطة انك انت ازاي تتعامل مع حاجة ما تعرفهاش لان اغلب الناس برضو لما بتتحط في اول شغلنا بيلاقي ان مثلا مديره او حد مداله تسكايا وهو مش عارف هاي بتتعمل ازاي فبيحس كده بخوف او بيحس بقلت ثقة انه مش عارف ازاي من الحكاية ده ما انه ده طبيعي مع الوقت ده هيبقى طريق شغلك في الطبيعي انك انت كل يوم حد بيديك حاجة مش لازم تكون مية في المية انت عارف هتعمل ازاي بتقول طب استنى علي شوية مثلا يومين ثلاثة لم الموضوع ده اقرأ هنا شوية بص هنا شوية اسأل فلان لحد ما تلم الموضوع فحاول ايه تمهد لنفسك الطريق ده بانك انت وانت بتختار فكرة اختار فكرة انت مش فاميليار مية في المية بيها تماما مثلا اسئلة برضو من كافكار مشاريع يعني مقاشهر مقاشهر فكرة بقالية من يقولها الناس والناس اللي بتابعني على اسك اف ام عرفاها دايما ان انا بقول لهم بما انك انت فاميليار باسك اف ام وتستخدمه اعمل افليكيشن زيه مش لازم يكون 100 برسنت يعني بس نفس الفكرة انه هو عندك يوزرز والناس بتسألوا مسئلة وبيجاوبوا عليها واليوزرز الثاني بيجمال لها لايك مثلا او ما او ما او ما اللي هي فكرة بسيطة هتخليك تعمل اكتر من حاجة هتخلي مثلا تصمم تقاعد البيانات هتخليك تعمل فرونت اند هتخليك تعمل شوية ابي ايز مثلا عشان الفرونت اند هيتكلم مع مع الباك اند هيخليك تعمل ممكن موبيل لو عايز تكستند الموضوع تعمل موبيل لها الفكرة الاساسية نفسها مش صعبة اوكي فمش هتهايس بقى انه هو دعنام فيها متعقدات كثيرة هو الموضوع بسيط والعكس ممكن تكبره مع الوقت يعني مثلا انت عملت اول منه جربتها مع اصحابك اقول لك بجز صلحتها بعد كده قلت ايه ده تم انا ممكن ازود حاجة ازود حاجة كمان وكذا يبقى مشروع ومشروع ده ممكن تحطه على جيت هاب بتاعك وتحطه بعد كده على على سي في فلو حد انت مقدم شغل في مكان ما فالبيبص على السي في حيبص حيلاقي انه في سبق مشاريع ليك حيخش يبص على جيت هاب بتاعك حيلاقي فيك شرائد كود يبص بانتهاب على الايه مثلا لينك لو انت كمان وصلت ان كده طلعت كده بتاعك حاجة بابليك مثلا لانتلو ديبلويمنت على اي فري هوستنج ولا حتى هوستنج بتفعه يخش يتفرج عليه يجربه يشوف شغلك عمل ازاي ازاي ده في حد ذاته بيدي للي بيبص على السفي بتاعك بيبديله زي ايه زي ضمانة كده ان هو مش جايب واحد ميح خالص يعني هو جايب حد عنده ولو اي حاجة تأهله ان هو يشتغل عنده دي بتفرق كتير جدا عن اي حد تاني ممكن يكون مقدم لسه متخرج ولا معنده اي نوع من التدريب قبل كده فخلي الفكرة دي معاك كمان ممكن يعني ان في كمان خبرة تانية غير الخبرة اللي هي بتاعت الكودينج بقى والدوزاين وكلام ده فيه خبرة اللي هو التعامل مع فريق يعني انك انت بتشتغل وعندك تيم ميتس وبتقسموا الشغل مع بينك وهكذا فممكن يكون مثلا واحد من مشاريع انت بتعملها مع نفسك تشوف حد برضو انت بس انزيمينك في الجامعة او حد تقرج معك ورايب او واتفر وتتفقوا مع بعض تعملوا المشروع سوي تقسموا الشغل مع بينكو برضو وهكذا برضو بس ايه الجادشة يعني او الحاجة تاخد بالك منها ما توسعش قوي عدد الناس يعني هما اتنين بكتير ايه يعني انت واحد تاني بكتير اوي بحيث ان يبقى اغلب الوقت اللي بتقضوه في المشروع انتو بتشتغلوا مش بيبقى اغلب الوقت بقى مناقشات وحنعمل ايه مش هنعمل ايه انتو هدفكم في الاخر هتعلموا جميل؟ فده برضو هيعلمك ازاي تبقى عندك تقسيم للشغل وازاي تسلم وتستلم والحاجات دي وده برضو قيمة مهمة جدا في الموضوع فده احنا ايه ازاي اتكلمنا كده بريف لي عن ازاي لو ما عندكش خبرة بنهارده ازاي تكتسب خبرة ازاي لو ما عندكش معرفة تعمل ايه بقى المعرفة زي ما قلنا قبل كده المعرفة سهلا انك تعرفها يعني هو سواء تقراها في كتاب او تسمعها في فيديو ولا تفرج على فيديو ولا ولا تحضر محاضرة ولا وتفر ودي حاجة انت بتعملها لطول الوقت يعني يعني برضو دي حاجة من الناس ساعة ما تاخدش بالا منها انك انت في المجال ده او في اي مجال محترم يعني ما ينفعش تبطل انك انت تزود المعرفة بتاعتك يعني ان انت النهاردة بتشتغل وكل حاجة ومبسوط مش معنا كده انك انت مش هتقرأ كتاب مسلا على جنب او مش هتقرأ تعمل مشروع كده تجرب في حاجة جديدة تقرأ تكنولوجي بقى ولا ولا كور ساينس ولا ولا اي حاجة على طول عارف ايه كويس مش لازم تبقى متابع كهندر برسنت كل حاجة في الجديد لان ده مستحيل بس الناس الوقت مش قاعد خالص ما مش عارف ايه بيحصل حواليك كمين ده بيوسع مدركك وبيخليك حتى لما تي تفكر في فكرة بتحلها النهاردة عندك ادراك اعلى بكتير من اي حد تاني مع عمر مفتح كتاب الآن تكلمنا عن الفرق ما بين الخبرة ولا بين المعرفة و كما تتسب خبرة ومش عندك ü هكذا حسنا عملنا كل الكلام ده. ازاي بقى لقى الوظيفة نفسها يعني احنا زي ما قلنا كده في الاول قبل ما نكتنى الكلمة زي ما لقى وظيفة من الخبرة. طب احنا عرفنا نجيب شكل من الخبرة. طب لقى الوظيفة بقى نفسها. زي ده السؤال المفروض يكون ايه? سؤال منفصل. يعني لما تيجي تقول على فكرة انا ازاي لاقي وظيفة من خبرة. حاولت تكسر السؤال ده نصتين. اقول النص. طب ازاي ازاي اجيب خبرة. وبعد ما كده ازاي ايه ازاي 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 فيه كم حاجة انا بحاول انصح بها داي. اول حاجة حاول يبقى عندك شبكة ناس حواليك يعني. النتورك يعني. النتورك دي ما كان زي ما لك في الجامعة. ناس تعرفهم قابلتهم. اه الناس دي هتساعدك. يعني ثم تقول له انا عايز انا بدور على الشغل. هو بيشتغل في مكان ممكن يعمل لك تذكية كده او يعني ان هو يقول لك طب تعالى انا اعمل لك انترفيو. فدي طريقة سهلة ان كده تجيب بها ايه انترفيو بسرعة. ان كده تكون عارف ناس بتشتغل ا وما تتكسفش ان تسألهم. تقولوا يا جماعة عندوك وظائف انا بدور بقعلي فترة على الوظيفة او حاجة. واغلب الناس ما عندوش معنى ان هو يعني هو مش حيامل حاجة كبيرة يعني. ده اول طريقة. تاني طريقة. حاول انك انت. يعني ما تقعدش في بيتكو او قافل على نفسك. وبتحاول دور على الوظيفة بس من خلال الترنت. لا حاول انك انت مثلا تشوف ايه الوظيفة اللي موجود حواليك. انت في مدينة الماء مثلا في القهرة في اسكندرية في اي حتة. حتى انه مش مدين كبيرة غالبا هتلاقي حواليك ناس. دور مثلا على الناس بتعملها. حتى لو حاول تخش مع الناس دي وحاول تظهر نفسك. يعني حاول مثلا لو حد عندو مشكلة حاول تصالح حاله حاول تتكلم معاهم مش عارف ايه. كون برضو ده بيوسع النتوورك بتاعتك يعني بتقلي اسمك يظهر مع الناس بحيث انها تبقى عارفة مين ده او انت مين. ده بقى حاجة برضو بتعملها مع الوقت يعني طول ما انت حتى لو بتشتغل وكل حاجة طول ما الناس بتبقى عارفك عندك في سم طيبة لتعاملاتك وشغلك وهكذا. ده بيبديك بيفتح لك مجالات وفرص اكتر مع الوقت. فكرة بقى انك انت لو تقدر كمان تحضر تحضر مثلا متابس بتعمل او مؤتمرات او كده. لان اغلب مؤتمرات دي فيها اي فيها ناس بتشغف شركات ومديرين بدورة على الناس وهكذا. وحاولت مينجل بقى مع الناس يعني مثلا تتعرف على ناس طول ما يعني تشوف حد مثلا كده وتتكلم معاهم مثلا مدير في شركة ولا ولا حتى موظف عادي في شركة ولا كده. تكلم معاهم جماعة انتم بتدهر على حد لو عندكو ناس انا انا في حالان في الماركت يعني وبحاول الاقي حاجة والناس برضي زي ما بقول لك اغلب ناس بتدهر عندها وظائف بتصدقت لها حد فاضي وعايز اشتغل. فجي تتعرف على الناس وفي الحاجات دي الحارك فيها هو ايه اللي بيلاقي حاجة كويس. انا عارف ان اغلب الناس بيبقوا كده اللي هم ايه مش يعني منهمش قوي في التعاملات الشخصية بس للأسف دي ما فيهاش حل لازم انت لازم تحط نفسك ومش لازم تضغط على نفسك بس يجب ان تعلم نفسك ازاي تبيع نفسك يعني بالمعنى ده فيه طبعا حاجات تانية برضو بتصدق في نقطة الكميونيتي دي حاول يبقى عندك يعني دايما تفكر في ايه انا لو حصرش عليك على جوجل لو لحد داني اسمك وعملت حصرش على جوجل حلاقي ايه هل حلاقي ناس مالهاش معنى يعني مش مالهاش معنى مالهاش علاقة بك يعني ناس حابن انها اسمها شبه اسمك ولا حلاقي حاجة باسمك الحاجة دي بتبريزنت انت مين بتشتغل ازاي بتعمل ايه فالحاجات دي بتيجي مثلا بانك تكون عندك مثلا تكنيكال بلوج انت بتكتب فيها مثلا بشكل ولا حتى دوري مرة في الشهر اكتب حاجة عندك مثلا بوستس مثلا على لينك دين مثلا او عندك لينك دين بروفايل كويسة لينك دين بروفايل من حاجات طبعا اللي لازم تكون عاملها كويسة مهتمة بيها زيها زي الريزمي بتاعتك زي السيفي بتاعتك بالزبط ودي مزاتها هي بتبان في السرش انجزة على طولين او ما بتصرش على اسمك ايه فحاول انك انت تبع عندك لينك دين بروفايل فيها معلومات كافية عنك جيت هاب اكاونت باسمك عليه الكود بتاعك هكذا الحاجات دي هتلاقيها اللي ظهرت مع الوقت في اول صفحة في جوجل مثلا او في اي سرش انجل فده مهم جدا انك انت ده برضو بيحطك اعلى من اي حد تاني هو بيدور عليه اغلب الكروترز كويسين عموما لما بيدور البقية مع رزمي وعايز يتأكد من فلانتا كويس ولا ولا ايه يعني نظامه ايه بيرحط اسمه في جوجل يعني لو ابسط حاجة فلو طلاله حاجة بتدعم الموضوع ده بيقى كويس انا مثلا يعني خبرة شخصية يعني لما كنت ما اقدم في فيموير اخر مرة دي وانا بعمل الانترفيو وانا روحت لعمل الانترفيو مع المانجر اللي بعمل معي الانترفيو لقيته طبع طبعا السجي بتاعتي هو بيتكلم معي لقيته طبع كمان ارتكل او يعني زي بلوك بوست انا كنت كتبها على لينك دين عن الركروتمنت بروسس والانترفيو زي مش عارف ايه وكانت زي تقدر تقول كده ايه ايه نقطة حوار يعني قعدنا نتكلم في الموضوع ده فيحس ايه 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 يفهم كلامك حتى لو هو مش متفق معي 100% بس على الاقل فيه مجال انك تتكلم معي فدي حاجة كويسة انك انت بيحس ان لقدامه ده مش مجرد واحد يكتب كود او حتى ليه رأي وليه حاجة وليه مفيدة جدا فلا هو ما تستقلش بيها وهي دي اللي بتفرق معك في اللونج ترمي كمان يمكن في نصيحة تانية في الاخر برضو وانت دي ممكن وانت يعني بترجع تاني لفكرة المشروع الشخص اللي بتعمله او المشرو وانت بتعمل المشروع ده حاول تفعلا تحس انك انت بتشتغل في المشروع ده بشكل يعني لو انت بتشغل لوحدك بتشغل مع حد حاول يبقى الكود بتاعك زي ما قلنا على جيت هب انت طول وقت بتشغل عليه فانت بتتعلم في النص مش بس بتتعلم تكتب كود بتعلم زي تتعامل مع جبت زي بتحل مشكل ومش عارف ايه الحاجات دي لان الحاجات دي هتخبط فيها اول يوم شغل فالهو احسن تكون عارفة من الاول ده كان فيديو سريع يعني للمشكلة بتاعت ازاي تلاقي الشغل او ا زي انت في اول وظيفة او زي تلاقي وظيفة من اول مرة الفيديو ده يعني لو عجبكوا الاسلوب ده في زي الفلوجز السريع دي قولوا لي وانا ان شاء الله هعمل لو عندك اي تعليق او عندك اي فكرة تانية لانك انت تلاقي شغل بيها مش هقول لك يعني عندك كومين سكشن نتكلم فيه لو انت على فيسبوك او على تويتر او على اي حاجة بعتلي او او هكذا لو انت اول مرة تشوف النوع ده من الفيديو سبسكرايب معانا احنا عندنا اكتفلس كتير جدا بنعمالها سواء على asdeveloper.com او facebook.com.com او 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 حاجة تجي ده هاتدر تشارك فيها سواء الهانجاوز اللي نعملها كل فترة بنعمل ساعة الشيبشن جيكس عندنا حاجة كتير جدا فالهو لو انت النهاردة سمعت الوصنع صحيح دي وعايت تطبقها عايز تبقى جزء من المجتمع عايز تعمل اي حاجة عندنا كل الكلام فالهو تابعنا وتابع الليكات اللي هتلاقيها تحت في البوست هتعلم انها كتير يعني سلام